سلام اليوم أشرح لكم بعض من الشواخص الممنوع الوقوف والتوقف للأشخاص اللي يريدون حصول على رخصة السياقة السويدية ولديهم صعوبة بفهمها الشاخصة الأولى اللي أريد أشرح لكم هي هذه الشاخصة معناها ممنوع الوقوف يعني تركين السيارة لكن مسموح لنزول وصعود الأشخاص أو تنزيل وتحميل الأغراض الشاخصة الثانية معناها ممنوع الوقوف والتوقف يعني ممنوع تركين السيارة وممنوع تصعيد وتنزيل الأشخاص أو تنزيل وتحميل الأغراض الشاخصة الثالثة معناها الأيام الفردية ممنوع تركين السيارة الشاخصة الرابعة ممنوع تركين السيارة الأيام الزوجية أمام البنايات الزوجية وممنوع تركين السيارة الأيام الفردية أمام البنايات الفردية هذه الشاخصة معناها ممنوع الوقوف من الساعة الثانية عشر إلى السادسة صباحا حسب تاريخ وأرقام البنايات مثلا إذا تنوي الوقوف يوم 15 وتريد أن تأخذها اليوم التالي 16 يسمح لك بالوقوف في جانب الطريق التي تحمل البيوت الأرقام الفردية لأن اليوم التالي يصادف 16 وهو عدد زوجي يعني اليوم التالي يقرر إذا كان عددا زوجيا فالوقوف مسموح أمام البيوت ذات الأرقام الفردية والعكس صحيح